فتاة جميلة على خلق ودين تبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما تكفلت بالإنفاق على أمها وأخيها الصغير بعد وفاة أبيها منذ عامين ولأنها من أسرة فقيرة وتكلفة الزواج كثيرة على أمثالها لم يتقدم لخطبتها أحد مناسب وعندما تقدم لها رجل غني ولكنه سيء الأخلاق لا يصلي رفضته وعندما طلبت منها أمها أن تقبل أو تعيد التفكير في هذا الرجل ابتسمت وقالت لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك عبد لله أمرا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله منه ما هو خير له منه في دينه ودنياه وزاد ثقتها بربها الذي يقول للشيء كن فيكون تقدمت بشهادتها الجامعية كمعلمة للغة الأجنبية لمدارس عديدة وقبل بداية العام الدراسي بأيام اتصلت بها مديرة مدرسة خاصة للعمل بالمدرسة فكانت سعادتها كبيرة حيث ستستطيع شراء علاج أمها واحتياجات أخيها كانت الفتاة قبل كل حصة تتحدث مع تلميذاتها عن الأخلاق الكريمة وتحفزهن على الصلاة ثم تبدأ تدريس مادتها الأجنبية وبعد أسبوع من الدراسة حدث لها موقف محرج مع إحدى تلميذاتها وهي كباقي تلميذات الفصل من عائلات ثرية حيث سألتها هذه التلميذة عن ملابسها وقالت لها يا معلمتي أراك لا تغيرين ملابسك منذ أسبوع سوى مرة واحدة فلماذا؟ ابتسمت الفتاة ولم تبدل تلميذاتها أي تأثر بحرج أو حزن وقالت لتلميذاتها بثقة واعتساز أن أرتدي العباءة الإسلامية الجميلة والمريحة والحمد لله الذي جعل تقييم الناس ليس على ملابسهم بل على أفعالهم والمدرسة يا صغيرة مكان للعمل وليس مكانا لاستعراض الأزياء ويجب أن أكون قدوة لك ولزميلاتك بالالتزام وعدم الإسراف وهذه الملابس مناسبة للعمل وإن كنت تريدين رؤيتي في ملابس أغلى وأزهى فتعالي معي إلى البيت فوجئت المعلمة بتقبيل التلميذة لها وبتصفيق كل التلميذات رغم أن عمرهن لا تتعدى عشرة سنوات وبعد شهر فوجئت المعلمة بالتلميذة التي سألتها تأتي مع أمها وتقول للمعلمة لقد حدثتني ابنتي عنك كثيرا ومن كثرة حديثها جاء شقيق الطبيب أكثر من مرة للمدرسة ليراك عن بعد وقد أعجب بأخلاقك وجمالك واعتزازك بنفسك وأرسلني اليوم لأخبرك بأنه يريد التقدم لأسرتك وهو يعرف كل ظروفك ويريدك كما أنت ولن يكلفكم شيئا فهو يعتبرك الكنز الذي يبحث عنه منذ أعوام كادت الفتاة أن تطير من الفرحة وبالفعل تقدم لها الطبيب وتم الزواج وتكفل بعلاج أمها ورعاية شقيقها حتى تخرجه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم